مرحبا أيها المفكرون الصغار سيكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الدال هكذا يكون شكل حرف الدال سوف أقول الآن بقراءة بعض الكلمات التي يوجد فيها حرف الدال دودة هل رأيتم حرف الدال الذي لونه أحمر؟ هذا هو حرف الدال دب دب هل رأيتم حرف الدال؟ ديك ديك حرف الدال هنا في أول الكلمة ديك دراجة دراجة إذن الكلمات ديك دراجة دب هنا في كتاب اللغة العربية سوف تقوم عزيزي الطالب بالنظر إلى هذه الصور الجميلة واكتشاف الكلمات التي يوجد فيها حرف الدال مثل كلمة دب دراجة ديك أيضا دجاجة أريد منك عزيزي الطالب أن تكون طالبا متسائلا ومطلعا هنا في ورقة العمل هذه سوف تقوم عزيزي الطالب بتلويني الصور التي يوجد فيها حرف الدال انظر جيدا إلى هذه الصور ما هي الصور التي يوجد فيها حرف الدال؟ دجاجة نعم دجاجة يوجد فيها حرف الدال كرة هل يوجد في كلمة كرة حرف الدال؟ كلا شمعة هل يوجد في كلمة شمعة حرف الدال؟ كلا لا يوجد إذن علينا تلوين الدجاجة فقط سوف نتحدث هذا الأسبوع عزيزي الطالب عن الحواس الخمسة وفوائدها وماذا نستفيد منها وسوف نقوم بالسماع الكثير من الأغاني عن الحواس الخمسة وعن طريق أيضا سماع ومشاهدة فيديوهات تتحدث عن الحواس الخمسة إذن هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع شكرا لك عزيزي الطالب وإلى اللقاء في أسبوع جديد